طيب انت رجعت و لعبت مع المنتخب في كاس اللي انت و تليت تروحت من النادي الاهلي منتخب الشباب بعد كده رحت النادي الاهلي في التوقيت ده بعد ما رحت على طول رحنا كاس عالي طيب مين اللي فكر في النادي الاهلي او مين اللي يكلمك و قالك احنا محتاجينك معنا في المنصومة اول حاجة الحاجة اللي ما انسهاش يعني وتعلمتها برضو كان مهندس عاد القياء يكلمني قال لي تحب تلعب في النادي الاهلي على طول كده فاستغربت الاتصال جي ازاي؟ كده بالظبط تحب تلعب في النادي الاهلي؟ كده ماك في التليفون ولا قابلك؟ اه في التليفون تحب تلعب في النادي الاهلي؟ طبعا دي حاجات عدل دي اه طيب يعني الكلمة لحد النهارده وفكاء يعني متذكرها اخذت انت الكلمة دي على معنى ايه؟ انت بتستشير انت بتسأل انت ترجمتها ازاي؟ انا ترجمتها ان انا مش ممكن يبقى لعب مش حابب ييجي فانا مش بحرجه اه الزوق في الطريقة ايه يعني حتة الزوقيات مهمة جدا في التعاملات بيننا نعم ان انت بتديله مساحة ان هو هيقول اه لا مش ان انا يلا بين على نادي الاهلي انت يا ابني انت مجمون انت بتتكلم في ايه ده ان ده نادي الاهلي لا انت ما فكرتش كده بقى انا فكرت ان هي احترام للبناء ادم اللي بتكلمه حتى لو هو لعب صغير قلت له ايه؟ قلت له طبعا شرفه على طول اه طبعا بدأنا بقى نقعد ونتكلم وبعد كده وجهتهم لنادي المنصور طيب هو لما بدأوا يتكلم عن نادي المنصورة نادي المنصورة وكاشي موافع وكان طالب مبالغ كبيرة قوي اه اللي دخل وخلص الموضوع ده جابه من الاخر كابتن الخطيب كابتن الخطيب طبعا ودي حاجة بالنسبة لي مهمة جدا لاني تقريبا دي صفقة للكابتن الخطيب رضا شحاتة اللي بيخلصه كابتن محمود الخطيب اه دي كانت اه كان وقف على حاجات كتيرة وانا اصريت ان انا اتحرك يعني برضو نادي الاهلي انا مش بنتكلم في يعني ما احترام نادي المنصورة نادي كبير جدا طبعا لا نادي المنصورة طلع النجوم كبيرة طبعا طبعا وانا كنت مبسوط جدا في نادي المنصورة ولكن فيه نقلات مهمة جدا انت بتلعب بتطمح لحاجات اعلى نادي المنصورة كان معانا في المنتخب سطوحي وبدير وسعد سليط وسروط والشال يعني كان فيه لعيبة نجوم كبيرة طبعا 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 انا يعني عاوز افتكر بعض اللاعبين كانوا موجودين منتخبات لكن كل ما هفتكر هقول كل ما هفتكر هقول انا كمان يا كابتن اللي مضيقني حتى في الوقت ده ان نادي المنصورة ما بيتعاملش كنادي جماهيري زي معظم الاندية في اللي انت بتتكلم عليها في الدول مش عارف ليه برضو ليه تجاهل ان انت مش عازيني يعني انت عازين تدعمه كل الاندية الجماهيرية الا الاندية المنصورة نادي جماهيري طبعا مفيش تركيز معاليه ومفيش اهتمام بيه ليه مش عارف يعني ده برضو من حاجات اللي انا مش عادر افهمها يعني ليه مش متواجد على الساحة بتشاب المنصورة فين دلوقتي من خريطة الدوري العامل لا بعيد تماما لان انت برضو الماديات الماديات بقت بتوحكم بشكل كبير دلوقتي الهضواء اختلف